الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم والحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا نستكمل وأيها الإخوة شرح عمدة الفقه وقبل أن أبدأ في الشرح أذكر بأهمية حضور حلق العلم وأن من أقبل عليها أقبل الله عليه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة في مجلسه فأقبل ثلاثة نفر أما أحدهم فدخل في الحلقة وأما الآخر فاستحي وجلس خلف الحلقة وأما الثالث فأعرض عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أحدهم فآوى فآوى الله إليه وفي رواية أما أحدهم فأقبل فأقبل الله عليه وأما الثاني فاستحيى فاستحيى الله منه وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه وهذا يدل على أن من أقبل على حلق العلم والذكر أن الله يقبل عليه وأن الله تعالى يرحمه فينبغي للمسلم أن يحرص على مجالس العلم وحلق العلم ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين أيها الأخوة كنا قد وصلنا في شرح عملة الفقه إلى وصلنا كتاب الصيد وهذا الكتاب مهم لأن فيه أحكام خاصة بالصيد ولا بد أن يفهمها المسلم وخاصة من لهم عناية بالصيد عليهم أن يتفقه في هذه المسائل والأحكام والصيد معناه اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه الصيد تعريفه اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه الصيد واقتناص لأن الصيد يقتنص هذا الصيد حيوان حلال فالحيوانات المحرمة ليست صيدا متوحش طبعا يعني بأصل خلقته ولذلك لو كان مستأنسا كبعير مثلا شرد وتوحش لا يعتبر صيدا غير مقدور عليه فإن كان مقدورا عليه لم يعتبر صيدا ويباح الصيد لقاصده بالإجمع فالصيد حلال كما قال الله تعالى وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُوا والأمر في هذه الآية للإباحة لماذا قلنا إن الأمر للإباحة مع أنه عند الأصوليين الأصل أن الأمر للوجوب أو للاستحباب فلماذا قلنا هنا في هذه الآية وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُوا إن الأمر للإباحة نعم أحسنت لأنها وردت بعد الحظر والأمر إذا ورد بعد الحظر فإنه يدل على الإباحة خذ هذه الفائدة إذا ورد أمر بعد حظر بعد رفع الحظر إذا ورد أمر بعد رفع الحظر فدلالة الأمر على الإباحة فيكون قوله إذا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُوا الأمر هنا للإباحة ولم نقل للوجوب ولا للإستحباب لكونه قد ورد بعد رفع الحظر وما هو الحظر؟ الحظر على المحرم أن يصيد حال إحرامه ويكره الصيد لللهو واللعب لأنه عبث وتضيع للوقت ولو كان فيه تعد على الآخرين فإنه يحرم وفإذن الأصل في الصيد أنه مباح وقد يكره إذا كان لللهو واللعب وقد يحرم إذا كان فيه تعد على الآخرين وقد كان أحد الأنبياء كان يصيد من هو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يكتسبون من عمل أيديهم فزكريا كان نجارا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام اشتغل قبل البعثة بالتجارة ثم برعي الغنم كل نبي له حرفة هناك نبي من الأنبياء كان يصيد من هو إسماعيل إسماعيل كان يصيد ولذلك لما أتى أبوه إبراهيم إلى مكة إلى هنا في البيت الحرام لم يجده وجد زوجته قال أين زوجك إسماعيل قالت خرجا ما يصيد لنا فسألها عن عيشهم وحالهم فشكت إليه وتضجرت وذكرت أن عيشهم بسوء وضيق وأظهرت تبرما وتشكيا وسخطا فقال إبراهيم لها إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام وقولي له يغير عتبة بابه فلما أتى إسماعيل كأنه أحس بشيء قال هل أتاكم من أحد قالت نعم أتانا شيخ كبير هيئته كذا قال هل أوصاك بشيء قالت يقول أقرئي زوجك مني السلام وقولي له يغير عتبة بابه قال إسماعيل ذاك أبي وقد أمرن بفراقك وطلقها لأن إبراهيم رأى أن هذه الزوجة لا تناسب هذا النبي العظيم إسماعيل فلذلك أوصى بفراقه بهذه الصيغة وبهذه اللغة التي فهمها إسماعيل ولم تفهمها زوجته ثم إن إبراهيم أتى بعد حين من الدهر وأتى زوجة إسماعيل الأخرى الجديدة فسلم عليها وردت عليه السلام وسألها عن إسماعيل قالت خرج يصيد لنا وسألها عن حالهم وعيشهم فحمدت الله وشكرت الله وأثنت على الله خيرا حمدت الله وشكرت الله وأثنت على الله خيرا مع أن الحال هي الحال لم يتغير شيء قال لها إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام وقولي له يثبت عتبة بابه فلما أتى زوجها إسماعيل بادرت هي لاحظ المرأة الأولى لم تبادره هو الذي سأل هي التي بادرته وقالت جاءنا شيخ كبير على صفة كذا وأوصاني بأن أقرئك السلام ويقول لك ثبت عتبة بابك قال ذاك أبي وقد أمرني أن أستمر معك والشاهد من هذه القصة وهي بالصحيحين أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان يشتغل بالصيد لأجل أن يكسب لقمة العيش له ولأسرته وهذا يدل على أنه لا بأس بالصيد وأن الأصل فيه الحل والإرسال باحة بل إن بعض أهل العلم قالوا إنه أفضل مأكول وقالوا إن كسب الصيد أفضل الكسب لأنه حلال لا شبهة فيه وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقيل إن أفضل المكاسب الزراعة لأنها حلال لا شبهة فيها وقيل أفضل المكاسب التجارة وقيل أفضل المكاسب عمل اليد قد كان داود عليه السلام يأكل من عمل يده والأقرب والله أعلم أن أفضل المكاسب يختلف باختلاف يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال لأنه لا يمكن ضبطه وكل كسب تمحض حلالاً ولم يشغل المسلم عن طاعة الله ولم يشغل المسلم عن طاعة الله فهو الأفضل كل كسب تمحض حلالاً لا شبهة فيه ولم يشغل المسلم عن طاعة ربه كان هو الأفضل بغض النظر عن كونه زراعة أو صيد أو تجارة أو أي شيء المهم أن يكون كسباً حلالاً لا شبهة فيه ولا يشغل المسلم عن طاعة الله فيكون هذا هو الأفضل ويكره ترك التكسب والاتكال على سؤال الناس فإن بعض الناس قد ابتلي بذلك لا يريد أن يعمل ويتخذ سؤال الناس حرفة وهذا أقل أحواله الكراها سئل الإمام أحمد عن قوم لا يعملون ويقولون نحن المتوكلون قال هؤلاء مبتدعة لأن التوكل لا مد فيه من فعل السبب واعتماد القلب على الله فإن زعم الإنسان أنه متوكل ولم يفعل السبب فهذا قصور في فهم التوكل وعلى الإنسان أن يبتعد عن سؤال الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لئن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب فيبيعه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم تركه ويقول من سأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر بل حتى في غير المال ينبغي أن تحرص على ألا تسأل الناس شيئا وقد بايع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه على أن لا يسأل الناس شيئا حتى إن أحدهم يكون على راحلته فيسقط منها شيء فينزل ويأخذه ولا يطلب من أحد أن يناوله إياه وهذا يربي معاني العزة لدى المسلم فليحرص المسلم أن يكون لديه عزة وأن لا يسأل الناس شيئا إذا سألت فاسأل الله لا تمد يدك إلى الناس واليد العليا وهي المعطية خير من اليد السفلى وهي الآخذة ويتأكد هذا في حق طالب العلم فعليه أن يحرص على أن لا يسأل الناس شيئا لا يسألهم أموالهم ولا غير ذلك إلا أمر واحد يستحب ويستحسن السؤال عنه ما هو العلم العلم السؤال عن العلم هذا من مفاتيح تحصيل العلم ولما سئل ابن عباس بما حصلت العلم قال بقلب عقول ولسان سؤول بل إن السائل إذا تسبب في تعليم غيره قد يكون هو المعلم ولذلك لما أتى جبريل عليه السلام على صورة رجل شديد بياض الثيام شديد سواد الشعر لا يعرف أحد من الصحابة ولا يرى عليه أثر السفر وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ركبتيه إلى ركبتيه وكفيه على فخذيه جلسة المتأدب المتعلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أسئلة قال ما الإسلام فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال ما الإيمان وأجابه ثم قال ما الإحسان وأجابه ثم قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل قال فما أشراطها فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم بعض أشراطها ثم لما انصرف قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم معلمكم أمر دينكم في هذه القصة من المعلم من الذي قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقييم الصلاة إلى آخره المعلم هو النبي عليه الصلاة والسلام لماذا قال عليه الصلاة والسلام أتى جبريل يعلمكم مع أن جبريل مجرد سائل فقط لأنه تسبب بهذه الأسئلة في تعليم غيره فجعله النبي صلى الله عليه وسلم معلما ولهذا لا بأس أن تسأل عن أمور تعرفها أنت لأجل تعليم غيرك بل إنك بذلك تكون معلما أتاكم جبريل يعلمكم أمر دينكم والصيد أيها الإخوة وإن قلنا إن الأصل فيه الإباحة إلا أنه ينبغي عدم الإكثار منه وذلك لأنه معلوم عند أرباب الصيد أن من اشتغل به أصابه ولع به وتعلق يصبح متعلقا به ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتبع الصيد غفل من اتبع الصيد غفل خرجه أبو داود والترمذي والنسائب سند جيد فالذي يجعل جل وقته في الصيد وتتبع الصيد يغفل عن الطاعة ويغفل عن الذكر ويغفل عن العلم ويغفل عن القرآن لكن إذا لم يجعل الصيد جل وقته وإنما أحيانا ولا يغلب عليه فلا بأس الأصل فيه الحل والإباع قال مصنف رحمه الله قال كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه ما أمكن ذبحه من الصيد فلا بد من تذكيته كأن ينصب الإنسان شباكا فيدخل فيه صيد يدخل فيه مثلا طيور يدخل فيه غزال يدخل فيه أي صيد فهنا يمكن ذبحه فلا بد من تذكيته فإذا أمكن ذبحه لا بد من تذكيته ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحوا وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله رواه مسلم قال وما تعذر ذبحه فمات بعقره يعني إذا تعذر ذبحه ومات بآلة الصيد سواء كانت آلة الصيد سحما أرسلته أو كانت سلاحا ناريا كبندقية مثلا أو كانت آلة الصيد كلبا معلما أو سقرا فعقر هذا الصيد يعني قتله فإنه يحل هذا الصيد بستة شروط قال حل بشروط ستة ذكرنا ثلاثة منها في الذكاء وهي أهلية المذكي أشرنا لهذه الشروط بالأمس في درس الأمس أهلية المذكي بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا وهل نقول بالغا لا لا يشترط البلوغ إنما يصح الذكاث والصيد من الصبي المميز والشرط الثاني أن يذكر اسم الله تعالى عليه عند إرسال الآلة يقول بسم الله وجوبا ويستحب أن يوضيف لذلك ماذا الله أكبر يقول بسم الله والله أكبر عند إرسال السهم أو عند إطلاق البندقية أو عند إرسال الكلب أو عند إرسال الصقر يقول بسم الله والله أكبر وذكرنا أن هذا شرط من شروط حل الذكاء وهو كذلك شرط من شروط حل الصيد وعند الحنابلة أن التسمي عند إرسال الجارحة أو عند إرسال آلة الصيد عموما أنها شرط لا تسقط بالنسيان بينما في الذكاة قالوا إنه إذا نسي المذكي فالذبيحة حلال والقول الراجح أنه لا فرق بين الذكاة والصيد وأنه إذا نسي التسمية فيعفى عن ذلك لعموم قول الله تعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق والناس لا يسمى فاسقا الناس لا يسمى فاسقا ولعموم الأدلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس ومنها قول الله تعالى عن المؤمن ربنا لا تؤاخذنا النفسين واخطأنا قال الله قد فعلت وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه فعلى هذا من نسي التسمية عند الذكاة أو عند إرسال الصيد فلا حرج عليه والذبيحة حلال والصيد حلال إذن هذه الشروط الثلاثة التي سبق الكلام عنها أهلية المذكي وأن يذكر اسم الله تعالى والثالث أن يصيد بجارح أو بشيء محدد يجرح الصيد أن يصيد بجارح أو بشيء محدد يجرح الصيد ومن المحدد الذي يجرح الصيد السلاح الناري كالمندقية مثلا أو المسدس أو الرشاش أو غير ذلك ومن ذلك أيضا إذا أرسل الكل فجرح الصيد فمات أو أرسل الصقر فجرح الصيد فمات فلابد إذن من أن يصيد بجارح أو بشيء محدد ويشترط أن يجرح الصيد فلو قتله بصدمه أو بخنقه لم يحل وعلى هذا لو أن أحدا أرسل كلبا معلما ثم إن هذا الكلب المعلم صدم الصيد بجسمه فمات هل يحل أو لا يحل لا يحل لا بد من جرحه لا بد من جرحه طيب لو أنه خنقه لو أن الكلب خنق هذا الصيد فمات هل يحل لا يحل لا بد من أن يجرحه لكن لو رم الصيد لو رم إنسان الصيد في الهواء أو على شجرة أو على حائط فسقط ميتا هل يحل أو لا يحل يحل يعني رأيت مثلا حمامة وأنت تصيد فقلت بسم الله والله أكبر وأطلقت البندقية عليه وسقطت تحل أو لا تحل تحل لأن موت هذا الصيد ليس بسبب السقوط وإنما بسبب الرمي فإذن هذه الشروط الثلاثة التي سبق الكلام عنها أهلية المذكي وأن يذكر اسم الله تعالى وأن يصيد بجارح أو بشيء محدد يجرح الصيد الشرط الرابع قال مصنف رحمه الله والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما يعني إذا كان الصيد عن طريق حيوان أو طير فلا مد أن يكون معلما كالكلب والسقر فإن كان غير معلم لم يبحص صيده وهذه الحيوانات تقبل التعليم فالكلب يقبل التعليم وهو من أكثر الحيوانات قابلية للتعليم فصيد الكلب المعلم حلال بينما صيد الكلب غير المعلم حرام وهذا يدل على شرف العلم كما قال ابن قيم رحمه الله وقد عقد مقارنة بين العلم والمال من أكثر من 150 وجها وكان مما ذكر أن قال إن صيد الكلب المعلم حلال وصيد الكلب غير المعلم حرام حتى الكلاب تشرف بالعلم فما بالك ببني آدم حتى الكلاب تشرف بالعلم وهذا يدل على شرف العلم وعلى فضله والدليل لهذا الشرط قول الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله طيب كيف يكون تعليم الجارحة من كلب أو غيره قال المصنف جوابه عن هذا السؤال وهو أي الجارح المعلم ما يسترسل وإذا أرسل ويجيب ويجيب إذا دعي وأيضا قال ويعتبر في الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل فإذا يكون الكلب معلما بثلاثة أمور الأمر الأول أن يسترسل إذا أرسل إذا أرسله صاحبه على الصيد يسترسل ويذهب ينطلق والأمر الثاني أن ينزجر إذا زجر إذا زجره صاحبه أنزجر وكف والأمر الثالث أنه إذا أمسك لم يأكل فإذا تحققت هذه الأمور الثلاثة كان الكلب معلما أعيدها مرة أخرى يكون الكلب معلما إذا تحققت فيه ثلاثة أمور أن يسترسل إذا أرسل وأن ينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل وهذه لابد منها في الكلب وأما الفهد والفهد من الحيوانات التي يصاد بها فظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من هذه الأمور الثلاثة أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل لكن الفهد يصعب ذلك يصعب أن نعلمه هذه الأمور الثلاثة ولهذا ذهب بعض الفقهة إلى أن تعليم الفهدي يكون بترك الأكل إذا أمسك فقط أو بما يعده أهل العرف تعليما قال المصنف الموفق بن قدامة في كتابه المغني المصنف صاحب هذا الكتاب عمدة الفقه صنف أربعة كتب على أربع مستويات كتاب الأول كتاب الذي بين أيدينا عمدة الفقه المبتدئين والكتاب الثاني للطبقة الذين هم أعلى منهم اسمه ماذا؟ المقنع أحسن كتاب الثالث للمتوسطين وهو الكافي قسم الرابع لأعلى طبقة ويعتبر موسوعة فقهية عظيمة في جميع المذاهب وهو المغني فصنف أربعة كتب في الفقه على أربع مستويات قال الموفق بن قدامة في كتابه المغني قال لا أحسب هذه الخصال يعني الثلاث تعتبر في غير الكل والفهد لا يكاد يجيب داعيا وإن عد متعلما فيكون التعليم في حقه بترك الأكل خاصة فيكون التعليم في حقه بترك الأكل خاصة أو بما يعده أهل العرف تعليما فالكلب يعني أفضل في التعليم من الفهد الفهد لا يكاد يعني يتجاوب مع الإنسان ويسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي إنما فقط يكون التعليم بترك الأكل إذا أمسك فقط بترك الأكل إذا أمسك أرباب الحيوانات يفرقون بين الكلب والفهد قال ولا يعتبر ذلك في الطائر ولا يعتبر ذلك في الطائر يعني تعليم الطير كالصقر مثلا أو البازي يكون بأمرين المصنف قال ولا يعتبر ذلك يقصد أنه إذا أمسك لم يأكل فيكون إذن تعليمه بأمرين أن يسترسل إذا أرسل وأن يجيب إذا دعي أن يسترسل إذا أرسل وأن يجيب إذا دعي وأما الأكل فلا يعتبر تعليمه بترك الأكل وقد نقل الموفق بن قدام إجمع الصحابة على ذلك وذلك لأن الطيور يتعذر تعليمه ترك الأكل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إنك تستطيع أن تضرب الكلب إذا أكل لكن الطيور لا تستطيع أن تضربه لو ضربته طار وهرب منك فيكون تعليم الطير كالصقر بأن يسترسل إذا أرسل وأن يجيب إذا دعي نريد أن نلخص ما سبق عندنا تعليم الكلب وتعليم الفهن وتعليم الطير كالصقر تعليم الكلب يكون بثلاثة أمور وهي أن يسترسل إذا أرسل وأن يجيب إذا دعي وإذا أمسك لم يأكل تعليم الفهن يكون بالأمرين يكون بالأمر الأخير فقط إذا أمسك لم يأكل ولا يعتبر فيه أن يسترسي ذا أرسل وأن يجيب ذا دعي تعليم الطير كالصقر ونحوه يكون بالأمرين الأولين فقط يسترسي ذا أرسل ويجيب ذا دعي ولا يعتبر في تعليمه ترك الأكل فأضبط هذه الأمور تفيدك في معرفة كيفية تعليم هذه الجوارح التي يصاد بها الثاني وهو يعني الخامس يعتبر الخامس من شروط حل الصيد أن يرسل الصائد يعني مصنف ربما أنه نسي لأنه قال الشرط الرابع ثم رجع وقال الثاني كان مفترض أن يقول الخامس الثاني الذي هو الخامس أن يرسل الصائد يعني الجارحة للصيد فإن استرسل بنفسه لم يبح صيده لا بد من أن يرسل الصائد الجارحة من كلب أو فهد أو سقر أو غيره أن يرسله للصيد أما إن استرسلت الجارحة بنفسها لم يبح ما صاده لقول الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وما علمتم من الجوارح مكلبين فالكلب إذا استرسل بنفسه فأمسك صيدا فهو في الحقيقة إنما أمسك لنفسه ولم يمسك لصائده ولم يمسك لمن أرسله أو صاحبه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت كلبك المعلم فلا بد من إرساله وعلى هذا فإذا استرسل الكلب أو الفهد أو السقر بنفسه فصاد لم يبح صيده لا بد أن صاحبه يرسله والشرط السادس وعده المصنف الثالث قال أن يقصد الصيد فإن أرسل سعمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح لا بد من أن يقصد الصيد أما إذا لم يقصد الصيد لم يبح ذلك الصيد فلو أن أحدا أطلق بندقية في الهواء ثم صادف أن أصاب طيورا أصاب حماما مثلا فسقط هل يحل أو لا يحل لا يحل لأنه لم يقصد الصيد لا بد أن يقصد الصيد أو أنه أرسل كلبه وهو لا يرى صيدا فصاد صيدا فإنه لا يحل فلا بد إذن أن يقصد الصيد لا بد من قصد الصيد قال مصنف رحمه الله ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتيله مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله ولا يعلم أنه سمى عليه أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله يعني فإنه لا يحل إذا شارك الصيد ما لا يباح قتيله يعني كان أرسل كلبه ثم شاركه كلب آخر ولا يدري هل هذا الكلب معلم أو غير معلم هل صاحبه أرسله أو لم يرسله هل ذكر اسم الله عليه أم لا فإنه لا يباح لا يباح الصيد في هذه الحال لأن الأصل هل الأصل الحل أو الأصل الحضر والمنع الحضر والمنع وهكذا أيضا أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله لأنه قد يكون الذي قتله السم أو غرق في الماء فلا يحل لأنه لا يدري هل موته بسبب الغرق أو بسبب السهم الذي أرسله أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب فإنه لا يحل لا بد أن يتيقن أن هذا الصيد مات بسبب سهمه أو بسبب الجارحة التي أرسلها قال يحتمل أنه مات به لم يحل لأن الأصل في هذا الباب الحضر والمنع قال لم يحل لما روى عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاه فإن أكل فلا تأكل هذا هو الدليل على أن الجارحة على أن كلب خاصة ومثل الفهد إذا أكل فإنه لا يحل صيده فإن أكل فلا تأكله فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره وهذا يؤكد على أن الأصر في هذا الباب الحضر والمنع وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه وإن غاب عنك يعني الصيد الذي رميته بسهمك يوما أو يومين ثم وجدته ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت إذا لم تجد فيه إلا أثر سهمك معنى ذلك إنه مات بسبب سهمك وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك لكن إذا وجدته غريقا في الماء وأنت على يقين بأن الذي قتله سهمك أو معك بندقية رميت هذا الصيد وتيقنت بأن قتلته فوقع في الماء فهل يحل أو لا يحل يحل إذا تيقنت أنه مات بسبب السهم أو بسبب السلاح الناري فيحل الكلام هنا عند الاشتباه عند الاشتباه لا يحل إذا كنت لا تدري هل مات بسبب سلاحك أو مات بسبب غرقه بالماء فلا يحل فلابد إذن أن تتيقن أنه مات بسبب سهمك أو بسبب سلاحك أو بسبب الجارحة التي أرسلتها وهذا يدل على أن الأصل في هذا الباب الحضر والمن وسبق في الدرس السابق أن قلنا أيضا الأصل في اللحوم الحضر والمن ثم قال المصنف رحمه الله باب المطر هذا الباب يذكره الفقهاء في كتبهم لبيان أحكام الضرورة قال ومن اضطر في مخمصة أي في مجاعة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمق حالات الضرورة أيها الإخوة تأتي الناس في بعض الأزمنة وبعض الأمكنة والدنيا متقلبة الأحوال ولا تستمر الدنيا على حال واحدة وكتب التاريخ والسير فيها قصص كثيرة عن مجاعات حصلت وقد ذكر المؤرخون عن مجاعة حصلت في إحدى البلدان حتى إنه أصبح بعض الناس يأكلون أطفالهم من شدة الجود وحتى إن كان الرجل لا يدعو الطبيب وهو لا يوهمه أنه يريد أن يعالجه وهو يريد أن يأكله يعني وصل الناس إلى هذه الدرجة من المجاعة فالدنيا أحوالها متقلبة فقد يصاب الإنسان بحال الضرورة حتى وإن لم تكن الضرورة عامة للمجتمع قد يكون الإنسان في مكان يضطر فيه لأكل محرم وقد رأينا بعض القصص لأناس حصل لسفنهم غرق في البحر فبقوا مدة في البحر واضطروا لأكل أشياء لا يأكلونها عادة وأناس تاهوا في الصحراء فاضطروا لأكل أمور لا يأكلونها عادة فهذه حالات الضرورة قد تقع للمجتمعات وقد تقع للأفراد إذا من اضطر فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل بقدر ما يسد رمقه لقول الله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وفي الآية الأخرى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور ورحيم حتى لو اضطر الإنسان لأكل الميتة جاز ذلك جاز أن يأكل من الميتة مع أن أكل الميتة في الأصل حرام لكن الله شرط شرطين غير باغ ولا عاد والباغ هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال الباغ هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال والعادي هو الذي يتجاوز القدر الذي يحتاج إليه فإذن من اضطر للأكل من الميتة يجوز أن يأكل بقدر ما يسد رمقه وبشرط أن لا يجد شيئا آخر يأكله غير باغ ولا عاد لكن هل له أن يحمل معه شيئا من الميتة إن كان يخشى أن تستمر معه الضرورة فلا بأس أن يحمل معه شيئا من الميتة حتى يأكلها في الطريق أو حتى يأكلها إذا اضطر لكن لا يأكل إلا بقدر ما يسد الرمق لا يأكل إلا بقدر ما يسد رمقه قال وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه هذا رجل وجد حيوانين حيوانا متفقا على تحريمه كالخنزير وحيوانا آخر مختلفا في تحريمه كالثعلب فإن الثعلب اختلف الفقه في تحريمه فذهب الحنفية والحنابية إلى تحريم أكله وذهب الشافعية إلى جواز أكله وذهب المالكية إلى كراهة أكله أي أنه مختلف في حكم أكله والراجح تحريم أكله لكنه يبقى مختلفا فيه فإنه يأكل من المختلف فيه لأنه أخف تحريما وعلى هذا من وجد خنزيرا وثعلبا يأكل من أيهما من الثعلب لأن الثعلب اختلف في تحريمه وإنما الخنزير مجمع على تحريمه قال فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته أي صاحب هذا الطعام مضطر إليه مثل ضرورة الذي وجده لم يبح له يعني أنت وصاحبك كلاكما مضطر لهذا الطعام فصاحبك أولى به لأنه صاحب الطعام لأنه صاحب الطعام فهو أولى به ولا يحل لك أن تأخذه منه فيقدم مالك المال لأنه أحق بماله طيب وإن كان يعني صاحب الطعام مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه يقول بعني هذا بثمنه إن كان معه ثمن حال سلمه إياه إن لم يكن بثمن مؤجل فإن منعه صاحب الطعام مستغنيا عن طعامه وقال له هذا المضطر أعطني بثمنه قال لا رفض بعض الناس عنده تعنت يقول هذا مالي وهذا طعامي وأنا حر فيه ومن معه يتذور جوعا ويخشى على نفسه الهلاك يقول مصنف أخذه منه قهرا يأخذه منه بالقوة حتى ينقذ نفسه من الهلاك وضمنه له متى ما قدر يعني يأخذه منه بالقوة لكن يضمن قيمته له طيب إذا أخذه منه قهرا ربما أن صاحب الطعام يقاوم أليس كذلك ربما تحصل منه مقاومة فما الحل؟ قال المصنف فإن قتل المضطر فهو شهيد هذا المضطر إذا أراد أن يأخذه منه بالقوة وقتل فهو شهيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون مالي فهو شهيد طيب وعلى قاتله ضمانه بالقصاص يقتص منه إلا إذا عفى أولياء الدم فيكون بالدية وإن قتل المانع إن قتل صاحب الطعام الذي منع قال فلا ضمان فيه دمه هدر لأنه ليس له حقا يمنع هذا الطعام على هذا المضطر وعلى هذا فإذا اضطر الإنسان إلى طعام غير إن كان غيره مضطر مثله لا يباح له أن يأخذه أما إن كان مستغنيا عنه يقول أعطني بثمنه فإن أب أخذه منه قهرا حتى ولو أدى إلى مقاتلته فإن قتل هو فهو شهيد وإن قتل صاحب الطعام فدمه هدر قال ولا يباح التداوي بمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم تداووا ولا تتداووا بحرام والقوله إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها فلا يجوز التداوي بمحرم مطلقا فليس فيه شفاء المحرم ليس فيه شفاء ولا شرب الخمر من عطش يعني لا يباح شرب الخمر من عطش لأنها لا تروي ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها هذا إنسان يأكل وجاءته غصة وخشي على نفسه الهلاك ولم يجد إلا كأس خمر فيقول يجوز أن يأخذ من كأس الخمر بقدر ما يدفع الغصة ونقول أصلا لماذا يحضر الخمر عنده وهو يأكل لماذا أصلا يعني هذا المثال يذكره بعضهم في كتبهم يذكره بعض الأصوليين لكن ينبغى أن يمثل بغير هذا المثال أصلا لماذا يحضر الخمر على مائدة المسلم شربوا الخمر من كبائر الذنوب فلا نحتاج أن نمثل بهذا المثال يمكن أن نمثل مثال آخر غير هذا المثال لكن مراد المصنف من ذكرهم من الفقه أن يبينوا أن الإنسان إذا اضطر للحرام جاز له أن يأكل منه بقدر الضرورة فلو أصابته غصة ولم يجد إلا شيء محرما جاز أن يتناول منه ما يدفع به الغصة هذا هو مقصود المصنف من إراد هذا المثال ونقف عند باب النذر نفتتح به درسنا القادم إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين